أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس وليك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري عزوف السياح الأجانب عن القدوم للبلاد التونسية على خلفية الحكم الأسود للبلاد التونسية لعشر سنوات سجلت فيها عمليات إرهابية وسقط فيها سياح أجانب بين قتل ومصابين وما زالت صور إجلاء السياح الأجانب وصور الموت في مخيلة عديد العائلات الأجنبية وما زال المخطط ساري المفعول ويهدد السياحة ويعتبرها خطرا على البلاد بعدما نجحوا في ضرب السياحة وتدمير كل مقوماتها وركائزها وكما رفضت وزارة السياحة إحداث أي تغييرات أو إصلاحات من جل استرجاع السياحة لنشاطها أو المساهمة في تحسين صورة تونس في الخارج والترويج للسياحة التونسية المتنوعة بالإضافة إلى وجود صعوبات تشهدها تونس مثلها مثل بقية دول العالم خاصة فيما يتعلق بجائحة الكورونا وتداعياتها على التنقل والسياحة ومن جانبه قال وزير السياحة محمد المعز باللحسين أن مشاكل المؤسسات السياحية تتنوع بين الظرفية والهيكلية حيث تتعلق الظرفية بجائحة الكورونا وأضاف أن المشاكل الهيكلية سيتم معالجتها عبر مراجعة المديونية وتجاوزها في أقرب وقت واستعادة النشاط بالنسبة للمؤسسات السياحية المغلقة مع تشجيع المستثمرين الجدد على بعث المشاريع ومرافقتهم اشتركوا في القناة